بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أحبابي وأحباب شافية المغربية لكم مني السلام إن شاء الله بحول الله وقوته غدي إن شاء الله نحط وصفة صالحة بإذن الله الناس لعندهم سحر التفريق سحر التفريق هو سحر البغضاء سحر التدمر سحر اللي خارج من حاسد أو باغد أو شو واحد بغي أديك في معيشتك في حياتك في زوجك في أسرتك كانين اللي دارين سحر التفريق للإخوة كانين شايفين الخوت سعادة أو مفاهمين تديروا لهم سحر التفريق كان سحر التفريق بين الزوج والزوجة ولكن حطوا لي الناس بزاف السحر التفريق سحر التفريق هو سحر لي باش يجوش أشخاص يتفارقوا إما الأم الأم على الإبن ديالها وإما الأخت على أختها وإما الزوجة على الزوجة دياله وإما تتكون أسرة مجموعة وتتشتت هذا هو سحر التفريق سحر البغضاء تديروه تديروه بمسائل شيطانية إما بسحر مقلوب إما بالصور تجمعوا الصور ديال العائلة وتديروه فيهم أفعال شيطانية إما تكون السحر المدفون والسحر المشموم أو السحر التفريق أو السحر اللي تكون معلق في الشجر وإما تكون لحو في البحر أو في الغابة أو لابد تنقول لكم ديما الناس اللي عندهم سحر التفريق يحاولوا أنهم يديرو يشخصوا نفوسهم بصورة الدخان صورة الدخان رتبية اللي هم أش من سحر عندهم أش نوع عندهم الوصفة اللي حطيت قبل من هدي غادي إن شاء الله تديروها تيها لكشف الأمور أو صور الدخان اللي عندنا في القناة تيها جيدة إذن باش تكشف البصيرة على أي شخص بغيتي أو عندك سحر التفريق أو عندك مص تيسبب التفريق أو تكون بيت مرشوش بالأصحار تيدي سحر التفريق أو عتبة مرشوشة معمول فيها السحر أو مدفون فيها السحر لابد أنه تأثر على الأسرة كاملة علامات السحر التفريق تيكون البغضاء بين الزوج والزوجة أو الأخت والأخت ديالها أو الأم وولدها ولكن كيفش العلامة ديالهم هما العلامة دي السحر التفريق هو الوقت اللي يكون بعيد عليك تشتاقيني تبغيه الوقت اللي يكون حدارك تخاصمي معه ينود هذك السحر يدلكم البغضاء أو شياطين هذك السحر تي ما يخليكم شو تلاقاو يكونوا الناس متنافرين دي ما عندهم التنافر وخا يكونوا مجموعين على الأكل شي ما حامل شي كل واحد تيصد إلى جهة أخرى تيبغيها وتتبغيه وتتقول لك أنا ما قدرش تفرق على الرجل وخا نصبر ولكن هي مضرورة في صحتها في حالتها في ولادها أو عندها عندها هي نيمة في غرفة هو في غرفة سحر تفريق ولو المرة ما تخرج تطلق ولكن تبقوا مفروقين مفروقين في بيت كما نقول احنا بيت الناس هي في قونت اهم هو في قونت ولكن ولكن وخا تيبغيها وتيخاف عليها وأنه يقول لك هذيك امرأتي والمرأة تقول لك هذا راجلي ولكن ماذا عندهم صحر التفريق قد ما اشتغلتي على سحر التفريق أحسن المرة تصبر وتتلتازم وتقول هذا قدر الله مكتوب علي ولكن الصبر جميل المرخصة تصبر نساء زمان كانوا تصبرو كانت تتاكل العصة وتصبر على الأولاد باش ما يتلقش الأولاد يبقوا عندهم عقد ويبقوا مشتين في الديور ويبقوا مشي بحال المحال ديالهم مشي بحال البيت ديالهم الزوج يكون كي مكان غادي يرحم لما إذن أنا في بيتي وتنشتغل عن نفسي تنجري على رأسي كم يقولون الناس بالقرآن الكريم بالإبطالات ملتجأش إلى الشعودة على طريق كاهن أو كاهنة باش اللي أعطاني شي طلاسم غادي يكون عندي إتم وفي نص الوقت يركبك شيطان يتقول لي عندك مس أو عندك أتباع من الشياطين يقول لي ويسيئوا لك عن طريق الجسد ديالك بدون ما نشرح تم عارفين المشاكل التي توقعو المرأة إذا كانت ما نفاصل على الزوج ديالها الشياطين تطمعوا فيها إذن تنحاولوا ديما الوقت ليكون عندي مشكل الوقت ليكون عندي مشكل لابد المشاكل في الحياة ما كيش هدي اللي عمرها ما دوزتش المشاكل لابد المشاكل ولكن الصبر جميل لابد الصبر لأن الصبر هو مفتاح الفرج وديما أنني ما نخليش فرصة الأعداء يكونوا يتشمتوا فيها لابد نصبر والتاج إلى القبلة ونستغفر بلا إله إلا الله ألف مرة صلي على الرسول ألف مرة استغفري ألف مرة وشوفي الفرج سبحان الله لا إله إلا الله ألف مرة استغفار ألف مرة صلاة على الرسول ألف مرة ولا يكون سحر ولا يكون إبطال دومي على واحد المدة أي تبطل السحر غادي يرد السحر الله سبحانه وتعالى بإسم لا إله إلا الله ترجع إلى صاحبه صلاة على الرسول مفتاح الفرج أي يكون لك إبطال بهد ولكن ألف مرة تقدر تديرها هي ترد استحر إلى صاحبها هذه من أقوى استغفت اللي خدمت بها أنا وشدت البرهان لا إله إلا الله ألف مرة الصلاة على الرسول ألف مرة واستغفار ألف مرة سبحان الله يصلح لك الحال من حال إلى حال ولكن تكون في زاوية في نفس الوقت في نفس المكان نكون ناخد واحد زاوية ونستقر غادي ترتاحي نفسيا غادي تصبري غادي تذكر الله غادي يكمل عليك الله برجاك وترجع الحال إلى حال تكون إن شاء الله يكون أحوال تصلح من حال إلى حال غادي نعطيكم واحد تفوسي خمزيانة غادي تحاولي أنك تبخري مرة 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 بها تحاولوا ولو تدرو جوج مرات في الأسبوع يوم الأثنين يوم الجمعة غادي يكون الفرج إن شاء الله أول حاجة هات تفوسيخة مشاعة تعطار غادي تجمعيها أول حاجة هات تفوسيخة هي صالحة لإبطال جميع الأسحار عدنا عدنا لبنت ذكر عدنا أخدو خمسين قرام قزبر خمسين قرام الحرم الخمسين قرام نوا دي الطمر العدد اللي حطيتي عدنا العرعى خمسين قرام الكروية خمسين قرام السنوش خمسين قرام الملحة الملحة الصخرية أو الملحة العادية خمسين قرام ورق السدر غادي ناخد خمسين قرام أوراق الغار ناخد خمسين قرام وغادي إن شاء الله ناخد الملحة الملحة الصخرية لوبان تذكر وغادي ناخد هاد توصيخة انا اكتبتها لكم هنا يا ان شاء الله غادي تاخدها على حسب وغادي نبخر بها عدنا نضيف الحلبة الحلبة ضرورية غادي نضيف الحلبة ان شاء الله اول حاجة غادي نديرو يوم نقرأ لها هاد الآية ناخد هاد التوصيخة كاملة مش نجمع عاد العطار مت 10 دراهيم او 15 دراهم تاخدي هاد الوصفة غادي نقرأ ان شاء الله اعود بالله من الشيطان الرجيم هاد الآية مياه وجوج من صورة البقرة اولا نبدأ بالفاتحة سبعات المرات غادي نبدأ اخر آية ثاني آية هي بداية صورة البقرة غادي ناخد الآية غادي نقرأهم سبعات المرات سبعات المرات هاد الآية كلهم غادي نقرأهم سبعات المرات اللي بصورة البقرة وغادي ان شاء الله نقرأ آية الإبطال ولكن هاد الآية اللي غادي تركزوا عليها هي واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان خطيرة في طرد السحر والموانع ديال سحر التفريق وغادي نقرأ قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلحوا عملا المفسدين 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 ونوصل لإبطال نقول قال موسى ما جئتم بالسحر ان الله سيبطله 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 ولكن دوم على قراءة هاد الآية ميوجوج من صورة البقرة دوموا عليها بزف والتسبح اللي أعطيتكم ان شاء الله غادي تكونوا مزيانين وتكونوا غاية وتكونوا ملاحية ان شاء الله بقدرة الله السميع العليم توصيخها رائعة ولكن نحاول ناخد شيء قليل منها وانتبخها في ماء وخام قرياء لها وانتبخها في ماء ونجمع نصف فيها مزيان ونرش بها الزواية البيت باش يخرجوا شياطين السحر التفريق من البيت إذن تنتمنى أنكم تكونوا فهمتوني والوصفة راهية رائعة وان شاء الله القراءة دوموا على التسبيح تسبيح عن تسبيح الدوم عليه مدة أسبوع أو الشهر أو العدد اللي بغيتي في الأيام ولكن تفرج بإذن الله بهذا التسبيح اللي أعطيتكم رائع وإبطال السحر وطرد العوارض وفي نصف الوقت دعي في وقت السحر بسبحي في وقت السحر ودعي في وقت السحر وشوفي الله سبحانه وتعالى واش غادي يفرج عليك أي حاجة أي حاجة بغيتي يا رب يكمل عليك إذن تنتمنى أنكم تكونوا بخير وحاولوا تفعلوا الجرس وتأبونه وتخليوا لايك إن شاء الله بحول الله وقوته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة